اشتركوا في القناة صعبة شوية واحنا نايمين فجأة اجي التلفون قال اخلوا البيت بدنا نخصف مين اللي اتصل فيك طبعا المخابرات الاسرائيلية مش في انا اتصل في واحد يعني واجوا دقوا على الباب اطلعوا اطلعوا كل لهيتنا اطلعنا كل لهيتنا من البيت سبنا كل ما نملك كل ما نملك سبنا حتى الباب سبناه مفتوح مع اللخمة وبعد ما شردنا بعدنا حوالي اربع مفترقات اتفجأنا ان احنا نسين ولد من الصغار في قلب البيت ورجعنا تاني سرنا نجري عشان نطوله الولد صحوه بعد ما صحي مع اللخمة رجع نام وخلص فكره منه طلعه سبع سنين مع النعس والتعب نام الولد وانسنا احنا واتفجأنا بعد ساعة هيك مع اللخمة والجراي والهذا وين فلان وين فلان اطلعنا ربك حميد ما كانش لسه الاشي صاير يعني واخدنا الولد وطلعنا نجري بعد في ثواني من الله هو الصاروخ بنزل ضلينا مجتمعين بعيدا عن البيت كلنا احنا والجران والمنطقة لحد ما خلص القصف روحنا لقينا البيت ضمار شامل يعني الحمد لله يعني البناية اللي اللي دمرها الاحتلال الاسرائيلي شو بالضم؟ هذه كلها مؤجرة مكاتب خدماتية لطلاب الجامعة هذه منطقة منطقة جامعات كلها مكاتب خدماتية للطلاب دورات تعليمية للكمبيوتر والابحاث ودورات تعليمية للغة الإنجليزية واللغة العبرية يعني شغلات كثيرة تعليمية بتخص الجامعات يعني كلها تخصصها العمارة بس لأمور تعليمية كيف سكان غزة بيقضوا الليل؟ في رعب شديد جدا أنا عندي بنت بتصير متجوزة وشاردة من بيتها وبتيجي عندي لما بيقرب المغرب بتخشب وبتتمصمر بطل لا تصد ولا ترد لا تحكي ولا تتكلم من الخوف ومن الرعب طب إيش أنت يعني الآن للأسف الاحتلال الإسرائيلي بتحدث على أنه مستمر في ضرب الأهداف شو هي الأهداف من وجهة نظرك؟ والله أنا ما نفاهم إيش الأهداف يعني هذا بيت سكني هذه عمارة سكنية الجيران كل هيتم ناس مدنيين مش فاهم أنا يعني إحنا ما فيش عنا يعني فيش عنا أي شي يعني ما فيش عنا لا نقول موقع عسكري ولا نقول مقاومة ولا كذا إحنا عنا ناس مسالمين وناس كل واحد في مصالح وفي شغله كل واحد فيه نائل ومصالحة وباب مرزق وماله فيه يعني ما فيش عنا الكلام هذا يعني حتى محدش فاضل لا لا الانتماءات ولا لا ولا لا الأحزاب ولا لا الكلام هذا يعني إحنا ناس في حالنا حتى يعني شو تضرر بيتك؟ والله أنا عندي ست شقق كل ولد عندي في شقة من الولاد كل الست شقق تضمر وضمر شامل دار أخويا وقعت العمارة على بيت أخويا لأنه دلم مقسم بنت أخويا عروسة جديدة والجهاز تبعها موجود وقعت العمارة على الجهاز تبعها كله يتوم راح لجهاز تبعها عروسة كمالكة من يوم اتأجل عشان الحرب وضع صعب جدا يعني بصراحة عند إمي عند إمي الوضع كمان صعب جدا أخويا الثاني كله يتنا يعني إحنا دمرنا دمر شامل مش عارف يعني أتمنى لك إن شاء الله السلامة وأتمنى لك الصبر إن شاء الله هذا نموذج من المقابلات التي نجريها على أرض الواقع من مدينة غزة كان من المفترض أن يعيش هذه الأيام هي فرحة لابنته ويشاركها الفرحة ويشاركها السعادة كما نحاول أن نفرح داخل مجتمع قطاع غزة وأيضا أن نتزين بالعداد والتقاليد التي تبهج أفراحنا الغير مألوفة للعالم حتى ولو أن شعب قطاع غزة يعيش تحت حصار إسرائيلي وانقسمات وغيرها من مشاكل لكن هذا هو الواقع الحالي كنت معكم في هذه التغطية أنا أمجدي هغي أتمنى لكم السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة